لكل زوج شايف إن مفيش زوجة صالحة ولكل زوجة شايفة إن مفيش زوج صالح هحكي لكم على حاجة وهطول شوية يعني اتحملوني لو حابين تسمعوا هكون شاكرة جدا من ساعة موعيت عالدنيا والحد ما بابا الله يرحمه توفاه الله وأنا متعودة أصحى ألاقي ماما صحية بدري فتحة شبابيك البيت مولاها عود بخور ومشغالة الراديو ومحضرة لبابا الفطر وعملاله أكل كده على جنب ياخدوا معاه الشغل كوياله هدومه من بالليل ومعلقاها يجي بابا رايح الشغل يروح مسلم عليها وقفل الباب تعد ماما تدعيله من غير ما يسمعها يعني بيكون نزل خلاص يرجع بقى من شغله يلاقي الغداء جاهز والبيت مترتب وكلنا قاعدين نذاكر الواجب اللي هو الدهولنا هو بيذاكر لنا عمري مفتكر جارة دخلت بيتنا وتصحبت على أمي عمري ما شفت ماما مسكة تليفون بتتكلم بالساعتين والتلاتة مع أخواتها ولا صحبها ولا حتى معينا يعني للآن ماما مكالمتها عبارة عن سلامات ودعاء وبتقفل برغم أن بابا الله يرحمه كان دم محامي ما بيتحملش الغلط ما بيعجبوش الحل الميل وبيتعصب بسرعة لكن ماما فضلت لحد ما توفى تحت رجليه عمري ما فتكر أنها غضبت وثبت البيت ولا اشتكت منه الأهلها ولا أصحابها ولا جرانها عمرها ما طلعت سر بيتنا برا عمرها ما رفعت حسها عليه أو صرخت أو لطمت أو لمت على الجران أو جابت له أهلها فأي مشكلة حصلت بينهم برضو كان بتحصل مشاكل زي أي بيت ممكن لو حاجة ضيقتها تحكي كده مع أولادها كلمتين بكل احترام وبمجرد ما بابا يرجع من الشغل بتنسى كل حاجة وتحط له الغدى وتعمل روتينها اليومي اللي ماشي عليته لعمرها بلاقيها نسية كل اللي مضيقها لما كانت تزعل من بابا في أي موقف طارق عمرها ما سمعته لفظ مش محترم كانت تبقى زعلانة وممكن مش بتكلمه لكن تقوم تعمل له كل حاجته اللي متعودة تعملها له أكله وهدمه المغصولة بيدله المكوية حتى الدعاء اللي بتدعيه له هو نازل رايح الشغل ما بتمنعهوش حتى وهي زعلانة أمري ما سمعتها بتقول لبابا وعايزة اشتري كذا زي فلانة اشمعنا فلانة عندها واحنا لأ طلعني مصيف زي علانة وهو يشهد الله عمره ما حرمها ولا حرمنا من حاجة ولا خلى حاجة في نفسنا ما عملهاش ماما عمرها ما قرنت نفسها بحد عمرها ما عابت في جارة ولا في قريبة ولا سمعتها قاعدة بتجيب في سيرة حد مع حد كانت طول اليوم مالكة في بيتها كده عايشة عشان تلبي طلباتنا وبس سايب اللي وراها واللي قدامها وقاعدة مع عيالها لما كانت تلاقي بابا في مشكلة مع حد من أهله كانت تجري تصالحهم على بعض بيتها دايما مفتوح للكل عمرها ما بخلت بصحتها والكل بيشهد بكرم ضيافتها وأخلاقها عمري في حياتي ما شفت ماما تخنقت مع مخلوق لا قريب ولا غريب عمري ما شفتها وقفت تزعق وتسرخ على السلم أو من البلكونة للجيران علاقتها مع الجيران مقتصرة على أداء الواجبات في المناسبات فقط أو الوحدة تبارك أو تعزي وتروح لحالها ملهاش دعوة بحد ملهاش دعوة دخلت شافت إفشقتهم عندهم إيه اشتروا إيه اتجوزوا ولا ما تجوزوش خلفوا ولا ما خلفوش ما بتفكرش في حد أصلا مش شغلة بالها بحد مركزة مع زوجها وبيتها وأولادها وبس مش مركزة مع أي بني آدم في الدنيا ده حتى لو سمعت بخنقة في الشارع وناس مسكين في بعض ما بتجريش تقف في البلكونة ولا تتفرج من وراء الشيش إيه اللي بيحصل ولا بتطلعنا نتفرج إحنا كمان ونتجسس على أخبار الناس ونيجي ننقلها اللي بيحصل عمرها ما وسطنا بكده وعمرها ما طلبت مننا كده كانت تقول لنا ملكوش دعوة ما بصوش على حد اللي يزعق يزعق واللي يتخانق يتخانق في الشارع ملناش دعوة ربتنا على حب الناس والترحيب بيهم مداموا دخلوا بيتنا يبقى الترحيب بيهم واجب ربتنا على حب بعض يستحيل أختة بيت مخاص مختها يستحيل الأخ يخاص مخته أو يتطول عليها أو يقطعها المصطلحات دي ممنوعة في بيتنا تماما بابا اللي يرحمه لما كنا أطفال صغيرين ونتشاكل مع بعض يجي على طول انزل هاتل أختك حاجة حلوة وبوص راسها أوعد خاص مختك أم يبوصي راس أختك وحسك عينك تنامي يوم وتسبيها زعلانة بابا كان يجيب الحاجة الحلوة وإحنا صغيرين ويقول لي أخوكي جاب هالك عشان يحببنا في بعض كان يجيب لأخويا الحاجة الحلوة يقول له أختك جابت هالك كان يخدنا وينزل يشتري الماما هدية ويقول لها الأولاد حوشوا من مصرفهم وجابوا لك دي خدوا يلا قدموها الماما لما كان يعقبني على غلط ارتكبته كان يجي تاني يوم جايب لي هدية وهو اللي يصالحني مع إننا الغلطانة ماما كزوجة وكأم ما شفتش زيها وبابا كأب ما شفتش زيه ودي بشهادة أزواج بناتهم وبشهادة كل جيرانهم وأريبهم أعتقد الأم الجميلة دي عمرها ما تكون مكروها من زوجها أو معارفها ومش هيكرهها اللي حد صفاته عكس صفاتها حد بيدي أو بيغير من سلامها النفسي ده حد شرير بيكره الطيبين وبيشوفهم خبساء مثلا أو منافقين لأنه فاكر إن كل الناس زيه فده البيت اللي أنا طلعت فيه وده الكلام اللي بوصيكم به في فيديوهاتي واللي تربيت عليه واللي طلعت لقيت أهلي كده أنا مش بخترع حاجات ما حصلتش الزوجة الصالحة موجودة في الدنيا مش في الجنة بس ربنا عز وجل قال عن الزوجات الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فحدد الزوجة الصالحة هنا اللي بتمشي بشرع الله واللي بتطيع الله وبتطيع زوجها وبتحفظه قدامه ومن وراه بتحفظه حتى في الحاجات اللي غيبة عنه واللي هو مش حضرها ما بتستغلش بقى فرصة أهلي مش موجودة أعمل اللي أنا عايزة مش موجودة أقول اللي أنا عايزة أحكي في اللي أنا عايزة لأ دي كده مش زوجة صالحة فالزوجة الصالحة موجودة وربنا عز وجل حددها وحدد صفاتها في القرآن الكريم والزوج الصالح اللي قائم بشؤون بيته ومرعي أهله وأمان ليهم موجود برضو وربنا عز وجل ذكره في القرآن وقال عنه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني زي ما هي تأمرت بتاعتك أنت تأمرت بالإنفاق عليها وبرعايتها ومش معنى أنتم ما شفتوش زوجة صالحة أو زوج صالح يبقوا مش موجودين لا موجودين وكتير وأنا هنا دوري أذكركم وأذكر نفسي بالنماذج دي ونتعلم منها وننفذ اللي بنتعلمه عشان نصلح بيوتنا بدل ما بنلاقي حالة طلاق كل خمس دقايق الحاجات اللي حكيتها لكم دي أمي ما تعلمتهاش من حد أمي مش خرجت جامعة ولا قارت الحاجات دي في كتب ولا سماعتها في محاضرات الحاجات دي بالتربية يا جماعة إحنا بس بنحاول نذكر بعض عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه الحاجات دي مش مزلة للزوجة إنها تطيع زوجها الحاجات دي مش نعدم رجولة إن الراجل يكفي بيته ويشوف طلبات زوجته وأولاده الحاجات دي طلعت أسرة نجحة شبعانة بيت مترابط وأبناء محترمين بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض الحاجات دي كلها أنا ورستها من أمي محدش علمها لي ولا وصاني بيها أنا عشت لقيتها بتعمل كده فبقلدها والكلام اللي أنا بحكيه في فيديوهاتي مش بقلفه ولا جايباه من كتب ومحاضرات دي حاجات أنا عشتها وشفتها بعناية وكانت نتيجتها أسرة سعيدة وبيت ناجح فلما أحكي عن الزوج اللي بيقوم بواجباته وبيسعد زوجته وبيحترمها وبيحترم قرامتها أنا مش فيمنست أنا بحكي عن اللي شفته من أبويا ولما بحكي عن الزوجة المطيعة اللي بتراعي زوجها وبيتها وأولادها وبتحبهم وبتهتم بيهم وعيشة في حالها حتى في لحظات الخصام بتهتم بيهم أنا مش متحيزة كده للرجال أنا بحكي واقع عيشته وشفته بعناية وورسته من أمي وعيشة بيه الكلام اللي أنا بقوله ده أنا تربيت عليه يا جماعة وطبيعي تربيتي تبان على كلامي وشخصيتي بيبقى غصبا عني هو الكلام طالع كده من قلبي فمش مستهلة كل الاتهامات اللي بشوفها دي مرة أنت فيمنست مرة أنت متحيزة للرجال أنت عبدة أنت مزوخية أنت وانت أجا تكلم عن حق الزوجة أنت فيمنست أنت بتعصي الزوجات على حياتها طب أنا مالي أنت مش مراعيها لما أجا تكلم عن حق الزوج أنت بتقومي أزواجنا علينا أنت بتخريب البيوت ليه أنا مش زنبي أن أنت مقصرة معي أو أن هو مش حاسس بيك ما يمكن أنت اختارتي غلط يعني نلغي كل الكلام الطيب وكل الوصايا الكويسة عشان أنت مش عايزة تسمعي أو أنت مش عايز تسمع ماهي الكلام ده كله في القرآن وفي الأحاديث الشريف أنا ما بجيبش حاجة من عندي كل اللي بقوله ده جاي من بيت محترم وأسرة نجحة كل أفرادها الحمد لله وبفضل الله رضيين بحياتهم وحمدين ربنا على نعمته وفضله ولما بقول على حاجة معينة بيبقى هدفي توصلي للأنا وصلتله بفضل الله الرضا والقناعة والسعادة ولو بالبسيط والتسامح والتغافل عشان المركب تمشي ما تغرأش وعشان أولادنا يطلعوا زينا ويقلدونا يبقى هدفهم إقامة بيت ناجح كل أفراده بيحبوا بعضهم متعاونين إحنا مش دخلين حرب أنا لو قلت حاجة بتمدح في الرجال فده لأني شفتها من أبويا واخويا وتربيت عليها ولو قلت حاجة بتمدح في النساء فده لأني شفتها من أمي وتربيت عليها لا عشان ترند ولا عشان متابعين وإعجابات والكلام ده الصفحة والقناعة عندي عملهم لوجه الله بدون أرباح ولا إعلانات فالموضوع بسيط قوي قوي مش مستهل المصطلحات اللي كلها عنصرية وأحقاد اللي بتولع بين الناس دي حاولوا تقتنعوا إن الدنيا لسه فيها رجال محترمين ونساء طيبات لسه فيها أزواج حريصين على إسعاد بعض بيعدوا لبعض الزلات وبيتغفلوا عشان يعملوا أسرة نجحة ترضي ربنا ويقابلوا بعمل صالح ينفعهم يوم القيامة فالزوجة المطيعة مش عبدة والزوج الصالح مش مستحيل ورجلته مضعتش علشان هو بيكرم زوجته وأولاده الزوجة المتكرمة مش فيمنيست إحنا لو رمينا المصطلحات الجديدة العنصرية دي كلها وخدنا الأمور ببساطة دنيتنا حتبقى جميلة قوي أنا ليه تعمدت أحكي عن أمي وما طلعش أقول المفروض نعمل والمفروض ما نعملش عشان أعرفكم يا جماعة النموذج الزوجة الطيبة والزوج المسؤول المحترم اللي بيضلله على بيوتهم موجودين على أرض الواقع وحقيقة مش خيال زي ما الناس متوهمة أنا بشوف كمية التعليقات ما تتعدش من نوعية مفيش زوجة صالحة انقرضت دي في الجنة دي من كوكب تاني أنت بتتكلمي عن أوهام مفيش زوج صالح انقرضوا كل الزوجات فشلات كل الأزواق فسدين لا فيه كتير صالحات وصالحين بس احنا نختار صح وإحنا كمان نعيش صح عشان نفسنا وعشان أخرتنا الصالح صالح لنفسه والفاسد فاسد لنفسه أنت هتمتي وتسيبي زوجك السيء لكن هو هياخد مساوقه كلها معه في الآخرة وانت ربنا عز وجل هيخد لك حقك منه وحتؤجر على صبرك انت كمان نفس النظام أي حاجة بتشوفها من مساوق زوجتك هتقعد لها يوم القيامة وحتاخد حقك وانت هتؤجر على صبرك فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضية منها آخر مفيش حد حيوصل لدرجة الكمال لا في الرجال ولا في النساء فلو كرهنا حاجة من بعض ندور على حاجة حلوة نقعد نحب فيها وخلاص والحياة حتمشي والله العظيم يمكن تدخلوا الجنة من غير حساب على صبركم ودي أكبر هدية وعذروني أني طولت عليكم واسبكم في أمان الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر